مرحبا بكم مرة أخرى أتمام تصحيح الامتحان على الوطني الموحد نمر الآن إلى التمرين التالي التمرين على الكارباء نجوز الأول دراسة تنائي القطب أغيل والدارة أغيل سي متوالية أولا دراسة تنائي القطب أغيل نمر إلى محتوى التمرين ننجز التركيب الكهرباء الممثل في تبيانة شكل واحد والمتكون من العناصر التالية مولد مؤمثل التوتر قوته الكارب محركة E17V مواصل أومي مقاومته R47A وشعة معامل تحريدها L ومقاومتها R قاطع تيار K نغلق قاطع تيار K عند لحظة نختارها أصلا للتواريخ E0 فنحصل بواسطة نظام مسك معلوماتي ملائم على منحني الشكل الثاني الممتلين لتطور كل من التوتر UR بين مربطي المواصل الأومي والتوتر UB بين مربطي الوشعة يمثل تي المماس للمنحنا الثاني عند اللحظة تي يساوي 0 أولا اختر من بين المنحييين واحد واثنان المنحنا الذي يمثل تطور التوتر UR إذن لدينا دارة كاربائية تحتوي على مولد مؤمثل لتسوطر لأن كذلك قاطع تيار ك وشعة معاملة حدائل ومقاملة الداخلية ثم موصل هومي هذا هو منحاء تيار كهربائي وهذا هو التوتر الوشعة وهذا هو التوتر الموصل هومي ومطلوب منا في السؤال الأول تحديد تحديد المنحنى الموافق لتوتر يؤغ نعلم أن التوتر يساوي ر حسب قانون عم في التيار عند لحظة تيار لأن التوتر يتغير وبالتالي فقيمة التيار الكاربائي كذلك تصبح متغيرة حسب الزمان تيار إذا ممكن أن نضع الشروط البدئية أي أنه عند لحظة تيار تساوي السفر نقاطع تيار أي أنه عند هذه اللحظة تيار عند اللحظة البدئية يكون منعدم ومن خلال هذا الشرط سأبحث في الشكل المنحنى الذي يوافق هذا الشرط أي التوتر عند اللحظة البدئية يساوي السفر نمر الآن إلى الشكل الثاني من خلال الشكل الثاني لدينا المنحنى رقم اثنان هو الذي يتوفر في هذا الشرط أي أنه عند اللحظة تيار تساوي السفر فالتوتر يساوي السفر إذن المنحنى الثاني هو الموافق لأثنان أمر الآن إلى السؤال الثاني بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر يأخذ تيار تكتب كما يلي إذن من المفروض أن نجد في هذا السؤال الثاني تعبير المعادلة التفاضلية نحن نتحقق أن نكتب تعبير المعادلة الذي يجب أن نصل إليه نعم هذا هو التعبير الذي يجب أن نجده أول شيء دائماً نبدأ بقانون إضافيات توطرات لدينا UR زائد UB ناقص E أي UR زائد UB تساوي E هذا أول شيء أحتفظ بالتوتر UR وأكتب تعبير UB UB هو التوتر الوشعة ويساوي L ضد E على ضد T زائد R في E وماذا تمثل E E هو التوتر ويساوي ماذا؟ يساوي التوتر UR مقصوم على R إذن يجب أن أجد مشتقة هذا الشدة التيار مشتقة بنسبة للزمان تساوي ماذا؟ لدينا R تابطة لتبقى فقط مشتقة التوتر الموصل الأومي إذن سوف الآن سأقوم بالتعويض في التعبير في هذا التعبير لأجد UB تساوي L مضروب في مشتقة تيار أي L على R في UR على D زائد R ويساوي وأعود كذلك E بقيمتها أي تصبح مضروبة في التوتر UR ومقصوم على R إذن سوف أعود هذا التعبير في قانون إضافية التوترات لأجد UR زائد L على R لل UR للت زائد R على R UR يساوي E إذن لكي أعصي لهذا التعبير يجب أن أضرب الطرفين في A وأقسم على L إذن هنا سوف أقوم بالتعميل أولا أبدأ بهذا الجزء أعم سوف أبدأ بهذا الجزء إذن L مع L سوف تختزل R مع R سوف تختزل لأجد UR على زائد هنا أعمل ب UR UR أعمل R زائد R ثم مقصوم على L R زائد R مقصوم على A مقصوم على نعم وتساوي E في R مقصوم على L نعم هذا هو التعبير المطلوب مننا إيجاده هذا هو التعبير أعمل الآن إلى السؤال الثالث الثالث يستنتج أن تعبير توتر بين مربطين الموصل الأومي في النظام الدائم يكتب على الشكل UR تساوي R مقصوم على R ثالثا عند النظام الدائم نبين أن التوتر UR يساوي RE مقصوم على R زائد R إذن عند النظام الدائم أي عند لحظة T P نظام الدائم عند هذا النظام إذن سوف أمر إلى المنحنة الشكل إثنان عند إقامة النظام الدائم ف المنحنة الثانية الذي وفق التوتر UR يصبح ثابتا وعندما نقول ثابتا يعني مشتقته سوف تصبح تساوي إثنان نلاحظ أنه عند النظام الدائم فالتوتر يصبح ثابتا إذن عند هذا النظام فالتوتر يصبح ثابتا وبالتالي مشتقتها تصبح تساوي سفر سوف أعود في المعادلة التفاضلي إذن مشتقة تساوي السفر إذن يبقى فقط هذا التعبير إذن أكتب UR مقصوم على L تساوي UR مقصوم على L تم حدف الجزء الذي يساوي سفر إذن سوف أختزل بمعامل تحريد L لأجد نجد مباشرة UR تساوي U R مقصوم على R زائد R أمر الآن إلى السؤال الرابع السؤال الرابع يقول أحسب قيمة R لنحسب قيمة R سوف أستعمل هذا التعبير بحساب هذه القيمة R سوف أستعمل هذا التعبير إذن R تساوي E في R مقصوم على التوتر عند النظام الدائم ماذا يساوي R؟ يساوي E في R مقصوم على التوتر في هذا عند هذه اللحظة أي نظام الدائم؟ ناقص R كبير تساوي E يساوي 10 R تساوي 40 مقصوم إذن ماذا يساوي التوتر عند النظام الدائم؟ التوتر عند النظام الدائم؟ سوف نستعمل الشكل 2 الشكل 2 المنحانة الثانية الذي وفق التوتر UR إذن عند إقامة النظام الدائم ف التوتر يساوي 8 فولت نكتب 8 فولت أعود هنا بـ 8 ناقص 40 لنجد قيمة R تساوي 10 أمر الآن إلى السؤال الخامس حدد مبيانياً قيمة ثابتة التوازن طو التابتة طو طو مبيانياً نعم مبيانياً سوف نجد أعطينا قيمة أمر الآن إلى الشكل الثاني فإسقاط أو تقاطع المماس T مع المقارب الأفوقي للمنحانة الثاني يعطينا قيمة وتلك القيمة سوف نقوم بإسقاطها على محور الأفاصيل أي محور الزمن لنجد الطو تساوي 0.01 إذن قيمة طو ثابتة الزمن تساوي 0.01 ثانية أمر الآن إلى السؤال السادس تحقق أن معامل تحرد L يساوي 0.5 إنغي ولهذا الغرض سوف أكتب تعبير ثابتة الزمن نعرف دائما تعبيرها طو يساوي L على R زائد R لا ننسى لدينا من هنا استنتج L تساوي طو في R زائد R ستباق عددي نجد طو تساوي أو عفواً L تساوي طو أي سفر سائل سفر واحد R تساوي أربعون زائد R صغيرة عشرة أي خمسون في عشرة أس ناقص إثنان لأجد قيمة L تساوي معامل تحرد ثابتة خمسة إنمي نعم ندول الجزء الأول أمر الآن إلى الجزء الثاني من هذا التمرين والمتعلق بدراسة الضراء غلسة متوالية نشحن كلياً مكتفاً ساعته الساوي ثم نركبه على التوالي في لحظة نختارها أصلاً للتواريخ مع المواصل الأومي والوشعة السابقتين يمثل منحنياً الشكل أربعة تطور كل من التوتر الساوي بين مربط المكتف وشيد دائي للتيال مار في الدارة أول سؤال أي نظام من أنظمة التدبدب يبرزه منحنياً الشكل أربعة ننتقل إلى الشكل أربعة ونطلب مننا أن نبرز أي من النظامين يبرز نلاحظ أنه من خلال التوتر المكتف فالوسع يتناقص مع مرور الزمن وبالتالي فالنظام فهو نظام شبه دوري لأن الوسع يتناقص مع مرور الزمن إذا نكتب ثانياً دراسة RLC متوالية أول سؤال النظام شبه دوري تناقص التعليل تناقص الوسع مع مرور الزمن بالإضافة إلى شيء آخر هو أنه لدينا في الدارة لدينا ماذا؟ لدينا قيمة مقاومة كلية تخالف سفر فالمقاومة الكلية تخالف سفر وبالتالي هناك ضياء للطاقة وهذا ما يفسر تناقص الوسع لأن هناك ضياء للطاقة نمر الآن إلى السؤال الثاني السعة س ل المكتف نحن الآن فالدور يساوي الضوء الخاص يساوي إثنان بي جدر أل نجد سي إثنان تساوي أل لدينا قيمة معامل تحريض ولكن نحتاج إلى قيمة شبه الدور T ولهذا سوف أمر إلى الشكل أربعة لأجد القيمة من خلال الشكل أربعة على اليمين لدينا منحنة يبرز التوتر المكتف منه ممكن أن نقول أن الدور يساوي 10 ميلي سيجوند نعم 10 ميلي سيجوند يساوي 10 ميلي سيجوند سوف أعود هذه القيمة هنا تطبيق عددي سي تساوي 1 فالقيمة كانت هي سفت إلى 5 مضروف في الدور 10 في 10 أسمق السلاة نحول نقص على 2B منه مباشرة سوف أكتب القيمة التي سوف أحصل عليها للسعة التي تكون دائما بالفرد قيمة فهي تساوي 5 في 10 نقص 6 5 في 10 نقص 6 هي تمثل 5 ميكرو فرد نهاية هذا الجزء سوف أنتقل إلى الجزء الأخير من تمرين الكهرباء هو الجزء المتعلق بدراسة تضمين الوسع للحصول على إشارة جيبية مضمنة الوسع ننجز التركيب الممثل في تيبيانا الشكل الخمسة حيث يمثل دارة متكاملة منجزة للجودة تتوفر على مدخل A1 و A2 و مخرج S نطبق عند المدخل A1 توترا تعبيره U0 زائد A1 كوس 2PF1 فى T حيث يزر المركبة المستمرة عند المدخل A2 يساوي U2 أي الوسع في كوس 2PF2 فى T نحصل عند المخرج S للدارة المتكاملة على توتر U3 مضمن الوسع تعبيره 0.1 عامل لسة كوس 2PF10.4 فى T زائد 7.8 لكل عامل لكوس 6PF10.5 فى T أول سؤال حدد قيمتكم من التردد FB يعني الإشارة الحاملة والتردد FM للإشارة المضمنة أول سؤال مطلوب منه الفريقونس أي تردد الموجة الحاملة والفريقونس الموجة المضمنة الموجة المضمنة يساوي E0 زائد E1 عامل ل2PF1 T الفريقونس أولا 2PF1 T نعم هذا هو التعبير ولدينا توطر الخروج E3 تساوي 7.1 عامل ل 7.6 كوس مضرب مضرب كوس يونيوس 6P 10 5 T ونحن سنقوم ب أول شيء نعلم أن توطر الخروج U.S يساوي ماذا؟ يساوي معامل K في توطر E1 في توطر U.2 يساوي K في يساوي يساوي يهد 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 كوس يهد كوس 2PF1 فوات ت عامل يهد 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 كوس يهد كوس 2PF جهد فوات ت سوف أكتوب كافي يجوج ثم أبدأ بE1 كاس يونيس 2PF1T زائد U0 الكل مضر في كاس يونيس 2PF2T هذا هو US بالممثلة بين المعادلتين هذه المعادلة وهذه المعادلة أستنتج أن هذا الجزء هو نفسه هذا الجزء وهذا الجزء هو نفسه هذا الجزء إذن أكتوب 2PF1T 2PF1T يساوي ماذا؟ يساوي 2PF1T 1PF1T 2PF1T 1PF1T 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 ثم دائماً 3PF1T 2PF1T 1PF1T 2PF1T 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 3PF1T 3PF1T 1PF1T 1PF أمر الآن إلى الجزء الثاني لدينا 2PF2.T يساوي ماذا؟ يساوي 6P 10.5 أختزل بالزمن أختزل B لأجد مباشرة F2 تساوي 6 على 2 أي 3 6 على 2 ثلاثة في 10 أص 5 أخذ ماذا تمثل F2 F2 أي التردد فالتردد الذي يكون في هذا الجزء هو تردد الموجة الحاملة يعني F بورتز وهذا F بوضيلانت لأكتب F بورتز تساوي 3 في 10 أص 5 أمر الآن إلى السؤال الثاني أحصوه بنسبة التضمين M ثانيا نسبة التضمين M نعلم جميعا أن تضمين M تعبيره يكون دائما يساوي E1 على E0 ومن خلال هذا التعبير ماذا تساوي E1؟ تساوي 0.6 ماذا تساوي E0؟ E0 تساوي سفصلة 8 والحساب يعطينا مباشرة قيمة تساوي بسافصلة 75 70 أمر الآن إلى آخر سؤال السؤال الثالث هل تضمين جيد؟ إذن لدينا السؤال الثالث لدينا معامل تضمين أصغر من واحد هذا أول شيء ثاني شيء نلاحظ أن تردد الموجة الحاملة أكبر بعشر مرات من تردد الموجة المضمنة إذن ومن هذين الشرطين ممكن أن نقول أن تضمين جيد التضمين جيد إلى هنا أصل نهاية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر